السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم حبابي يا رب اكونوا بخير. انا ممكة ودي قناتي لو اول مرة تشوفوني. يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. وصفة النهاردة ان شاء الله هتبقى البسكوت بالكاكاو. بسكوت العيد المقرمش الكريس بالحلو جدا. هنعمله ان شاء الله بالكاكاو. عملته لكم بالبرتقان الفيديو اللي فات والمراضي ان شاء الله هنعمله بالكاكاو. العيد قرب كل سنة وانتوا طيبين. وان شاء الله هحاول على قد ما اقدر اعمل لكم تشكيلة حلوة قوي. من حلويات العيد اللي بتتقدم. احنا عملنا الكاحك وعملنا البسكوت بالبرتقان. وهنعمل ان شاء الله دلوقتي معاكم البسكوت بكاكاو. هوريه لكم هيبقى مقرمش قوي وطعمه حلو جدا. والريحة طالعة ما شاء الله عليها. هقول لكم المقاجر المزبوطة للبسكوت الكريس بي المقرمش معايا زي بتاعي المحلات ويمكن احسن بكتير كمان. بصوا شايفين ما شاء الله كل الكمية دي عملتها بكيلو واحد بس من الدقيق وبخمس بدوت. هوريكم برضو التسوية بتاعته بصوا من شاء الله عليه. شايفين? معايا مفرق خالص من ورا بيدل ان العجينة معاكي كويسة قوي. بصوا معايا من جوه برضو. مش مستحمل حتى امسكه اقصره كده. شايفين التسوية? بصوا يا مش باينة شوية بس عشان هو كاكاو بس التسوية بتاعته حلوة جدا ومفرغ معايا وزي الفل. شايفين? قبل ما نبدأ بقى الوصفة النهاردة ياريت تشتركه في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. ما قادرنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة. معايا كيلو من الدقيق قابل للزيادة طبعا. ومعايا كوباية ونص من السمنة. ومعايا كوباية ونص من السكر البودرة. دي سمنة طالعة لسه من التلاجة معايا. ومعايا فانيليا. ومعايا خمس بضط بدرجة حرارة الغرفة. معايا معلقة صغيرة بيكن بودر ورشة من الملح. ومعلقة كبيرة نشادر. ومعلقتين من الكاكاو الخيم. ومعايا كمان حوالي نص كباية مية. وزي ما قلت لك الدقيق ده قابل للزيادة. ممكن يزيد معانا كمان لحد كباية كباية ونص على حسب ما الدقيق بيبتاعك بينتص سوايا لقد ايه. انا اول الحاجة كده هنزل بمعلقتين الكاكاو على الدقيق. ومعايا البيكن بودر ورشة الملح. وهبدأ اقلبهم كده على بعض كويس. انا عايزة بقى الكاكاو معايا يمتزج مع الدقيق والبيكن بودر قبل ما هبدأ شغل خالص عشان اركن دقيق بتاعه يبقى جاهز على طول ان انا استخدمه معايا في الوصفة. هقلبه بس كويس كده الحاد ما كله يمتزج معايا. الفيديو اللي فات عملت لكه زي ما قلت لكه. بس كوت البرتقان من غير برتقان ومن غير زبدة خالص طلع معانا زي الفل. كده خلاص الدقيق معانا تمام خالص. هبدأ اجيب طبق معايا اللي هعجم فيه بقى وهنزل فيه بالسكر البودرة. السكر البودرة ده قبل الزيادة طبعا. ومعايا برضو السمنة دي لسه طلع معايا متى تلاجة. هبدأ انزل بيها كده على السكر البودرة. لازم السمنة معايا يكون بدرجة حرارة التلاجة. ما تكونش بدرجة حرارة المطبخ. عشان تديك قوام كريمي كويس قوي. انا هبدأ اضرب بالمضرب الكهربائي كده الحياة ده ما الخليط ده كله يتجانس مع بعض ويديني اللون الكريم الفاتح. ولو انت مش موجود عندك المضرب الكهربائي معلش هتتعابي شوية هياخد منك مجود وقت شوية لحد ما يديك اللون الكريم اللي هوريه لكو دلوقتي. كده كان خلاص بعد حوالي خمس لسبع دقايق. اداني اللون الفاتح الكريمي ده. هو وريقه برضو القوام بتاعه عامل ازاي? بس حبيب اداني القوام دوت واللون الكريمي كده زي ما انت شايفين. في المرحلة دي كان خلاص خلصت ضرب السكر بقى مع السمنة وكان تمام قوي معي. هبدأ كده خمس بضوط كده. هفضل اقصرهم كده في طبق معي. كل بيضة من دي بتحتاج كيس فانيليا اللي هو البودر العادي. لو هتحط في فانيليا اللي هي السيلة زي ما انا هحط دلوقتي. هوريها لكم برضو معي موفرة وريحة قوية جدا. واحلى بكتير من الكيس بودر. بس لو مش موجودة عندك كل بيضة لها كيس فانيليا بودر. انا هحط حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا اللي هي السيلة. وهبدأ استمر كده في الضرب معي الحاد. ما الخليب بتاع البيت ده يخطفي معي مع السمنة والسكر وما يبنش خالص. هتاخد معي حوالي تلات دقايق بس كده ضرب بالمضرب. ولو بالمضرب العادي برضو زي ما قلت لك هيشتغل معيك بس هتاخد حوالي من اربع لخمس دقايق كده. وهتبقى تمام خالص معك. انا هستمر كده في الضرب الحاد ده ما البيت بتاعي يخطفي خالص. كده كان خلاص فات معي حوالي تلات دقايق وكان الخليب بتاعي خلاص جاهز زي ما انتو شايفينه كده. هبدأ في المرحلة دي بقى احط النشادر. معي معلقة كبيرة من النشادر على نص كباية من المية. هبدأ اقلبها في الحاد ما تدوب خالص وننزل بها على الخليب بتاعنا. لو انت عايزة تزوجي اي طعم دلوقتي الاطعمة الجاهزة بالبرتقان بالمانجة هتستغني عن معلقتين الكاكاو اللي حطناهم على الدقيق. وهتبدي تزوجي بقى الطعم معي في المية هنا مع النشادر. هتزوجي الطعم واللون زي ما انت عايزة. انا لو لو هتعمليها برضو ببرتقان طبيعي هتدويبي بقى النشادر في نص كباية من البرتقان الطبيعي. هبدأ ازوج كده النشادر بقى على الخليب بتاعنا على السمنة وعلى السكر والبيض اللي احنا حطناه الفانيليا. هبدأ اقلب بس دقيقتين كده كمان لحد ما النشادر كمان تمتزج مع باقي المكونات اللي احنا حطناها. كده كان خلاص الخليب بتاعي جاهز خالص وفضل معي كده اللي دقيق اللي انا حطيت عنيه معلقتين الكاكاو ومعلاقة البيكن بودر الصغيرة ورشة الملح. وهبدأ اقلبه كده مع بقية المكونات السايلة اللي احنا عملناها مع بعض. انا مش عايزة عجل خالص معي. انا عايزة بس كل المكونات كده تلم معي مع الخليط السايل ده وتديني عجينة متماسكة شوية عشان انا هشتغل بالمكنة. لو هتشتغلي بالقمع يبقى مش هتزوجي معاك دقيقة خالص. وهتخلي العجينة معاك طرية شوية. انا كده كده كنت زودت حوالي كباية ونص من الدقيق كمان عشان تديني العجينة اللي انت شايفاها دي. لو هتشتغلي بالقمع مش هتحتاجي زوجي كباية ونص من الدقيق. الخليط بتاعك هيبقى طري ويابس شوية عشان تقدر يتشكلي بيه بالامة. انا هبدأ اخو القطعة كده من العجين زي ما انت شايفين. وهحطها معايا في المكنة. هبدأ اضغط عليها كده في الاول بتحتاج ضغطة لحد ما توصل العجينة لحد المكنة في الاول. بصها تنزل معايا زي ما انت شايفين كده. ده القوام بتاعه ما شاء الله متماسك جدا والنقشة بينها معايا. انا بس من تقطيعه يعني. هبدأ اضغط زيت خفيفة خالص. بقماشة بيضة خفيفة. انا مش عايزة زيت فيها خالص انا هاخدها دهنة خفيفة خالص. وبعد كده مش هتطر ان انا اضغط زيت تاني خالص. معايا في في العجينة بتاعتي كمية دهون مناسبة جدا. انا قبل ما ابدأ اقطع كده بقى كنت شغلت الفرن على درجة حرارة مية وتمانين هياخد معايا في الفرن من عشر لربع ساعة يعني من عشر دقايق لربع ساعة على حسب بحرارة الفرن بتاعك. بس في خطوة مهمة برضو في التسوية ارفع الشبكة بتاعتك لفوق شوية يعني في التلت اللي فوق من الفرن عشان على ما يحمر من تحت يكون خد وش معاكي. البسكوت ما ينفعش خالص نشغل فيه شوية. بنعمله طبعا معاملة الكيك على درجة حرارة مية وتمانين وبيحمر فوق وتحت من غير شوية خالص. فعشان يحمر معاكي كويس ارفعي الشبكة بتاعتك للتلت اللي فوق من الفرن عشان يحمر معاكي. انا كده كنت خلاص تقريبا خلاصت اول صق واريته لكم معايا. قطعي الحجم اللي انت عايزي. انا كنت خلاص قطعت كل بالحجم ده. زي ما انتم شايفين كده ومشغال الفرن لازم يخش على فرن سقن. على درجة حرارة مية وتمانين زي ما قلتلك. هدأ تقطيع ده برضو واريه لكم. بصوا حبيبي انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. اقطع كل الكمية بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهسويها. وحطها في طبق التقديم وهواريه لكم تاني. كان فضمت طبعا من عجنة معايا. عملت بيها يوميات مكة اللي بتفضل معايا في المكنة. وعملت كل الكمية دي معايا. خد حوالي كيلو وربع من الدقيق. على خمس بضوات وعملوا معايا كل الكمية اللي انتم شايفينها دي ما شاء الله عليها. عملنا بسكوت الكاكاة والمقرمج بتاع الفرن بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وان شاء الله بازن الله لو ربنا ازن وفيه وقت آآ قبل العيدة هعمل لكم البسكوت بالمانجا ونعمل البسكوت كمان بالنشادر اللي هو الهاش اللي هو بتاع امهاتنا القديم خالص. ان شاء الله حاول اعملهو لكم لو فيه وقت بازن الله عشان عايز اعمل لكم برضو البيديفور قريب بازن الله. شايفين كل الكمية دي عملتها معايا بكيلو وربع من الدقيق وبصوا التسوية معايا. بحاول اوريها لكم بس هي مش باينة عشان هو كاكاو. بس ما شاء الله عليه مش وكريزبي جدا. والطعم ووريحة حلوة قوي. جربوها وان شاء الله يعجبكو. بصوا مش مستحمل باجة اكسروا بيكسر معايا بسرعة وانفره وحلو قوي من جوه شايفين الجمال. جربو مش هتخسروا طريقته سهلة وبسيطة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وما كونش طولت عليكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك الفيديو.